الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنلتقي نحن وإياكم في هذه الليلة لنتحدث عن أصل من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان شخص إلا أن يأتي بها وهذا الأصل أصل عظيم كيف لا وهو يتعلق بحياة أخرى ويتعلق بالحياة الباقية الدائمة التي لا فنأ له وما أحوج العباد إلى أن يعرض عليهم هذا الأصل وأن يمكن في قلوبهم ليؤثر على جوارحهم وعلى عقولهم وليبتعدوا بسبب الإيمان به وتمكينه عن المعاصي صغيرها وكبيرها هذا الأصل هو الإيمان باليوم الآخر وهو موضوعٌ طويل وما ذُكِر من عنوين المحاضرات هي جُزءٌ من أحداث اليوم الآخر وأحداثه عظيمة وأخباره غريبة وما نُقِلَ لنا نُؤمنُ به ونَعتَقِدُه ونُسلِّمُ لِكُلِّ خَبَرٍ جَاءَنَا عَنِ اللَّهِ عَوْعَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنها أخبارٌ صادقة فما ثبت وجب علينا السمع والطعب والموضوع يحتاجُ إلى شيءٍ من التفصيل وشيءٍ من العناصر بدأته بمُقدِّمة ثم بيَّنت ما يشتمل عليه اليوم الآخر ومعنى اليوم الآخر وكذلك الأدلة على الإيمان باليوم الآخر وأسماء هذا اليوم التي وردت في كتاب الله تعالى وكيف نؤمن باليوم الآخر مجملاً ومفصلًا وأن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان هذا الدين بل مما اتفقت الشرائع السماوية عليه وهناك ثمَّة عناصر كثيرة لن ندَّعي حصر هذا ولكن أسأل الله أن يعين على ذكر شيءٍ منها نقول في المُقدِّمة إن من سُنَّة الله تعالى الإبتلاء والتكليف لعباده وأن الإبتلاء والتكليف إنما هو في الحياة الدنيا التي نعيشها الآن والله ذكر في كتابه بقوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ويقول ربنا سبحانه وتعالى إنَّا خلقنا الإنسان من نُطفةٍ أمشاجٍ نبتلِيه ويقول ربنا أذا حسبتم أننا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا تُرجعون إذن الإمتحان والإبتلاء لا بدَّ منه وما دمن نُبتلَى ونُمتحَنُ في هذه الحياة الدنيا فنهاية الإبتلاء والإمتحان جزاءٌ إما أن يكون للإنسان ثوابٌ ونعيم أو أن يكون له عقوبة ونارًا نعوذ بالله من النار وهذا الجزاء إنما يكون في اليوم الآخر والله ذكر سبحانه وتعالى في قوله إن الساعة آتيةٌ أكادُ أُخفيها لتُجزَى كلُّ نفسٍ بما تسعَى وإنما كان هذا الجزاء متى؟ في الساعة وهي أو وهو اليوم الآخر وسبحان الله قضية الإبتلاء والإمتحان أساليبها متنوعة ومظاهرها مختلفة فمن الناس من يُبتلى بالخير فيفتح الله عليه المال والدينار والدرهم وما يدري أنه يُمتحن وما نهايةُ امتحان ومن الناس من يُبتلى بشيءٍ من المصائب والبلايا والفتن وبشيءٍ من الأمراض وغيرها الله يبتلي من شاء سبحانه وتعالى وإن كنا جميعاً نُبتلى بالأوامر والنواهي إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وعُرِضَت هذه الأمانة على هذه المخلوقات الضخمة ولكن كانت النتيجة فحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً وهذه الأمانة هي جُزءٌ من الإبتلاء والإمتحان نُبتلى كل صباح نسمع المؤذِّن ينادي فهل نجيب داعي الله تعالى ونأتي أم أننا ننسى ونغفل ونضيِّع طاعة الله نُبتلى بالشُبهات ونُبتلى بالشهوات تُحدِق بيننا وتُحيط بنا فهل نحن ممن ينطلِق لتلك الشهوات والشُبهات يخوض فيها ويقع في المعاصي أم أننا نبتعِد والإيمان باليوم الآخر فيه إظهارٌ لعدل الله تعالى حيث أن الناس في هذا الامتحان ليسوا سواسية وتأتي الآيات لأجل أن يُحثَّى الناس لمثل هذا فليعمل عنه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن الناس في مضمار العمل الصالحي ليسوا سواسية من الناس من يُسارِع ويُسابِق إلى العمل الصالح فكلما وجد طريقًا يُقرِّبُه إلى الله سارع إليه ومن الناس من نفسه ثقيلًا كلما جاءه أمرٌ من الله أو أمرٌ من رسوله استثقله وعمله وهو كارع وشتَّان بين هؤلاء وهؤلاء وشتَّان بين هؤلاء وهؤلاء وشتَّان بين هؤلاء وهؤلاء قومٌ يُسارِعون للعمال الصالحة وقومٌ قد أثقلتهم معاصيهم وذنوبهم عن العمل الصالح فهل يُسوَّى بينهم في الدنيا والآخرة؟ لا، والله لا يُسوِّي بين مُحسِنٍ ومُسِيرٍ ولا بين مسلمٍ وكافِرٍ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول سبحانه وتعالى أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتْرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِيرُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا تَحْكُمُوا سَاءَ مَا تَحْكُمُوا لا يُمْكِنُ أَبْدًا أَنْ يَكُونَ الْنَّاسُ سَوَاءَ سِيئَاءً ومتى يكون ذلك الأمر؟ إنه في يوم الجزاء وفي اليوم الآخر حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص للناس وللعباد بينهم كلهم وإظهر عدل الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ضم اليوم بمعنى أنه لا يُظلم أحد أبداً حتى أن الله ليقتص من الشات القرن وكذلك الشات الجمحة إذا حدث بينهم تناطح وغير الله يقتص بينهم ومن رحمة الله تعالى وفضله أن هذا الامتحان الذي نمتحن به إن أطعنا الله تعالى آتانا الله أجراً مضاعفاً وثواباً عظيماً وضعفت الحسنة بعشر أمثالها وإن عصينا الله تعالى لم نجزى بالسيئة إلا بمثلها فقط وهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثال ومن جاء بالسيئة فلا يُجزى إلا مثل وهذا من فضل الله وسعة رحمته يقول أحد أئمة السلف ويلٌ لمن غلبت أحده أعشاراً يعني الويل لمن كانت معاصيه أكثر من حسناته وأجوره المضاعفة ورحمة الله تعالى واسعة فواجب علينا أن نحرص في هذا الامتحان لامتثال شرع الله تعالى والإنقياد له علنا أن نجد ثمار هذا الامتحان والاختبار في اليوم الآخر حين نجد صحائفنا مُلئت بالحسنات ونعوذ بالله أن نجد صحائفنا مُلئت بالسيئات وأصحاب المعاصي يوم القيامة ينادي أحدهم فيقولوا ما لهذا الكتاب لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا لن يُظلم أحدٌ إطلاقاً يوم القيامة والجزاء يكون على العمل الذي يُقدِّمه الإنسان وما دمنا نمتحن فإن الناس يُجزون إما جزاءً عاجلًا أو جزاءً آجلًا الجزاء العاجل كما ذكر الله في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٌ من السلام إذا آمن الناس واستقاموا على دينه جازاهم الله شيئًا واضحًا في الحياة الدنيا من عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنُحيَّنه حياةً طيِّب هذا من الجزاء العاجل وهذا من فضل الله تعالى على العبد ومن كذلك من الجزاء الذي يحصل للناس بسبب السيئات كما قال تعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى يُصْبِحُ فِي الدُّنْيَا فِي عَيْشِ ضَيْكِ وَإِنْ مَلَكَ وَإِنْ كان عنده من ثروات الدنيا وأكل وشرب فإنه لا يستفيد منها شيئاً والله قد يمحق بركات الإنسان في عمره وفي ماله وفي شؤونه كلها فلا يستفيد من ما كان عنده من هذا الخير ونعتبر تلك عقوبات عاجلة عقوبات عاجلة يعجل الله بها أو يعجلها الله على من يشاء وما أحوجنا للوقوف على ما نصاب به وقفة التأمر والمحاسبة حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مختلج عق ولا رفت عين إلا بسبب ذنب عمله الإنسان وكان أحد أئمة السلف رحمه الله تعالى تأمل قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فمن نفسك بمعنى أنك مستحق لها بسبب تفريطك وتقسيرك قد تصاب بالسوط وكان أحد أئمة السلف يقول إني لأذنب الذنب فأرى أثره في خلق زوجتي وفي دابة وفي غيره خرج أحد السلف رحمه الله يوما وهو يمشي في السوط كما ذكر الإمام بن القيم قال فوجدت رجلا في الطريق فسبني وشتمني قال فما رددت عليه بشيء أبدا قال رجعت إلى بيتي وصليت لله ودعوت الله اللهم تب عليه من ذنب الذي صلّت به علي هذا الإنسان ليسبني ويشتمني رجع إلى نفسه أولا فعرف أن ما حدث له بسبب ذنب ثم لما تاب ورجع إلى الله رجع إلى صاحبه السابق الذي سبه وشتمه ثم قال لن تسلّط علي مرة أخرى فإني قد تبت إلى الله ورجعت تبت إلى الله ورجعت وما أحوجنا إلى أن يعجل لنا ما نحاسب عليه وما يكون سببا للعقوبة في الدنيا قبل الآخرة وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يُرِد الله وبه خيرا يُصِب منه بمعنى أنه يُؤخذ حق الله تعالى وعقوبة ذنوبه في الدنيا قبل أن يفد على الله تعالى ومن الناس من يُمسك عنه فلا يُصاب بشيء أبدا لا في ماله ولا في ولده ولا في بيته ولا دوابه ولا جسده حتى يفد على الله تعالى وهو يأخذ حقه كاملا يوم القيامة فيُلقى في النار وقد تكون العقوبة أو الجزاء على العمل مُؤجَّلا يوم القيامة وهذا ما يتعلق بقضية اليوم الآخر وسبحان الله إن الإنسان حين يموت تنقطع أعماله بل وينقطع الإبتلاء والامتحان والاختبار كُلِّيَّةً ولا يبقى له إلا آثار الأعمال التي عملها في حياته أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث مات وانتهى وانتهت أعماله كُلِّيَّةً لكن يبقى له العلم الذي يُنتفع به من كُتُبٍ ومُؤلَّفاتٍ وغيرها هذا يبقى له بعد وفاته ويستفيد الناس منه وهنيئًا لأولئك العُلماء الذين ماتوا وخلَّفوا تاريخًا عظيمًا وتُراثًا ضخمًا بما اجتهدوا فيه من تعليم الناس وهنا نقول كم من عالمٍ ها هو الإمام أحمد رحمه الله إذا قُرِئَت كُتُبُه وقُرِئَ المُسْنِر نقول رحمه الله ندعو له على مر التاريخ ها هو الإمام النووي رحمه الله قلَّم مسجد إلا ويُجَد فيه كتاب رياض الصالحين ويستفتح الإمام قائلاً قال المؤلف رحمه الله تعالى دعواتٌ تصله بعد وفاته ويترقَّى بها في جنات عدن هذا من فضل الله تعالى الذي يُؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم ذكر النبي الولد الصالح الذي يدعو له والصدقة الجارية وما أحوجنا إلى أن تستمر أعمالنا بعد وفاتنا لنستفيد منها وهذه الحياة الدنيا لا تدوم على حالٍ أبداً فلابد من الرحيل والانتقال إلى الحياة الثانية إن الإيمان باليوم الآخر ضرورةٌ لكل إنسان وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلُق خلقاً عبثاً وما خلق خلقاً فتركهم سُدى أَذَ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ إِذَنْ لَابُدَّ لِهَذَا الْخَلْقِ مِنْ حِكْمَةٍ وَعِلَّةٍ والناس في هذه الحياة الدنيا ليسوا سواسية فيهم الظالم وفيهم الصالح فيهم المجرم والفاجر وفيهم العابد الصالح فهل يكون الناس سواسية؟ لا بل الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعلةٍ وحكمة وجعل اليوم الآخر سبباً لصلاح أقوامٍ والاستقامتهم على دين الله تعالى وما أحوجنا لتمكين الإيمان باليوم الآخر في نفوسه كم من إنسانٍ تدور في ذهنه المعصية ولكن كلما فكر فيها وقف اليوم الآخر أمام عينيه ما يستطيع أبداً أن يقدم على معصية أن يستطيع أن يقدم على معصية لأنه يخشى من مغبتها يوم القيامة ويخشى من أليم عقاب الله تعالى ويخاف من لُقِي الله وقد عَصَى الله سبحانه وتعالى ودل على أن اليوم الآخر له أثرٌ عظيم ونجد أن اليوم الآخر ضرورةٌ لسعادة البشر وصلاحهم كم من إنسان قد يُفكِّرون في فجورٍ وخنى ولكن يردعه الإيمان باليوم الآخر فما يستطيع أن يُنفذ ما في نفسه ولهذا لو بعضٌ من الناس قد يرغبُ أن ينظر إلى حرمٍ أو ينظر إلى امرأةٍ جميلةٍ أو يتابع قنواتٍ وغيرها ولكن يتذكر اليوم الآخر فيقف حاجبًا عنه حاجبًا له عن أن يقع في تلك المعصية والظلمات إن الله سبحانه وتعالى جعل من حكمته أن خلق الناس وجعلهم في دارين وفي حالين في عالمٍ فاني وهي الحياة الدنيا الله يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام وهذا عالم الدنيا هو عالم الامتحان والاختبار وما بقي أحدٌ أبداً ولن يبقى أحد على وجه الأرض سيزول وينتم وإنما العالم الثاني وهو العالم الباقي الخالق وهو عالم الدار الآخرة الذي لا فناء فيه أبداً ولا امتحان والناس ينقسمون إلى قسمين فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير ويقول ربنا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصير ولا شك أن هذه الحياة الدنيا سرعان ما تزول وتذهب ومن اللطائف هنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يذكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم باليوم الآخر ويربطهم بهم ربطًا عجيبًا والأمثلة على ذلك كثيرًا وما أحوجنا إلى أن نرتبط باليوم الآخر لارتباط الصادق وسأضرب في ثنايا كلمة هذه شيئًا من غبط النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من أمثلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر مع صحابته الخندق وأصيب الصحابة بشيء من الجوع ومن الخوف ومن الجهد والبلاء وبقوا أيامًا يحفرون الخندق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلو الصحابة دائماً ويهزج بهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ربطهم بالآخرة ولم يربطهم بالدنيا فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة مما يدل على أن الإنسان إذا أصيب بضيقٍ وضنكٍ وشدةٍ وغيرها ارتبط بالآخرة تهون عليه ويسهل عليه أمر الدنيا بكاملها وأن الدنيا لا تساوي شيئًا أمام الآخرة والنتيجة فلنعمل جميعًا لهذا اليوم لنعدَّ لهذا اليوم عُدَّة خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بصحابته وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جُبَّةً ناعمةً وكانت ذات جمالٍ وحُسن وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يذكِّر السحابة والصحابة أنظارهم ترمُق هذه الجُبَّة لا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما نزل النبي أخذ الصحابة يلمسون هذه الجُبَّة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجبون يعني لماذا تعجبون منهم وقال ماذا تعجبون من هذه قالوا يا رسول ولماذا لا نعجب فوالله ما رأينا أنعم من هذه أبداً لأن ثيابهم مُرَقَّة وكانت خشنة رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ناديل سعد بن معاذٍ في الجنة أنعم من هذه التي ترون ربطهم مُباشرةً باليوم الآخر وربطهم بجنةٍ عرضها السماوات والأرض اليوم الآخر يشمل أحداثًا عديدة وأمورًا عجائب يشمل قضية القبر وما يتعلَّق به ويشمل كذلك أهوال يوم القيامة ويشمل كذلك اليوم الآخر البعث والحشر والعرض والسؤال والميزان والصراط وكذلك الشفاعة والصحائف التي تتطاير ثم كذلك انقسام الناس إلى فريقين فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير أحداثٌ عظيمة نحن في حاجةٍ إلى الإيمان بها وأول ما نحتاج أن نعلمها أولاً ثم نؤمن ونعتقده هذا اليوم الآخر سُمِّي يوماً آخر لأي شيء لتأخره وسمِّي يوماً ليس المقصود به اليوم المعروف من طلوع الشمس إلى غروبها وإنما كنايةٌ عن الزمن العظيم الطويل والله ذكر في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة يومٍ عظيم طويل ويحصل الفصل فيه بين الناس وسمِّي آخر لتأخره عن الدنيا فالدنيا سُمِّيت مُشتقةٌ من الدنو والآخرة مُشتقةٌ من التأخير والإنسان يجب عليه أن يؤمن بهذا اليوم وأن يؤمنه وهذا اليوم وهو يوم الآخر لا شك أن الناس يُجازون فيه على أعمالهم وبين الله في كتابه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ويسقوا الله تعالى في كتابه ويستنبئونك أحقٌ هو؟ يعني أي اليوم الآخر؟ أهو حق أم لا؟ ثم يأتي قل إي وربي إنه لحقٌّ وما أنتم بمعجزين لن تعجزوا الله تعالى في أن يُحييكم ويُخرجكم للبعث والنشور مرةً أخرى هذا اليوم الآخر وردت أسماؤه في القرآن كثيراً وأسماؤه عجيبة بل وأسماؤه ضخمة لهوله وليما يحدث فيه من المصاب العظيم سُمِّي يوم البعث ويوم الخروج ويوم القيامة ويوم الدين وكذلك يوم الفصل ويوم الحشر ويوم الوعد وكذلك يوم الحسرة ويوم الخلود لأن الناس خلودٌ في الجنة أو خلودٌ في النار نعوذ بالله من النار وعملٍ يُقرِّب إليها وسمِّي بأسماء عظيمة الواقعة والحاقة والقارعة والصاخة والطامة والغاشية إلى غيرها أسماء كثيرة ونجد جاء تمكين هذا الأمر لأن هذا هو أحد لأن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة التي نؤمن بها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوماً جالساً مع الصحابة فدخل عليه جبريل في صورةٍ عجب الصحابة منها شديد بياض الثياب شديد سواد الشعب لا يُرَى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحدٌ من الصحابة غريب فأسند رُكبتيه إلى رُكبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه ثم أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلةً سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان ثم سأله عن الساعة وعن أشراقها وحين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال له أن تُؤمن بالله وملائكته وكُتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أصولنا الإيمانية الستة لا يصح إيمان أحدٍ كائناً من كان حتى يؤمن بها حتى يؤمن بها وهذه الأصول الإيمانية الستة أصولٌ متلازمة لا ينفكُ بعضها عن بعض فمن قال أُؤمن بخمسةٍ دون الإيمان بالملائكة قلنا إيمانك غير صحيح ومن آمن بواحدٍ منها إيمانًا صحيحًا دون الباقي لم يصح إيمانه لأنها أصولٌ متلازمة ومن يكفر بالله وملائكته وكُتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلَّ ضلالًا بعيدًا دل على أنه يُعتبر كافرًا والمسلم مأمور أن يُؤمن بهذه الأصول الإيمانية الستة والإيمان باليوم الآخر مما اتفقت عليه الشرائع السماوية كلها والدليل على ذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر دلَّ على أن اليهود مُطالبين بهذا الإيمان بهذا الأصل وكذلك النصارى وغيرهم من الطوائب وجاءت بعدها من عمل وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون والإيمان بهذا الأصل لا شك أنه يكون مجبلاً ومفصلًا فإننا نؤمن بهذا الأصل إيمانًا مجملًا فلو سئل الإنسان هل تؤمن باليوم الآخر أقول نعم أؤمن بكل شيء ورد لكن لو سئل الإنسان عن تفاصيل أحداث يوم الآخر كثيرٌ من العامة لا يعرفها ولا يعرف أدلَّتها ولا تفاصيلها تفاصيل دقيقة على ضوء ما دلَّت عليه النصوص لكن إذا سئل أهناك جنَّة أم نار أهناك يومٌ آخر يُبعث الناس فيه قال نعم وأؤمن به وهذا الإيمان المجمل فرض عينٍ على كل أحد أما الإيمان المفصل بتفاصيل اليوم الآخر مما يتعلَّق بقضية البعث وكيف يُخرج الناس من خبورهم ومن قضية تطاير الصعف ومشي الناس على الصراط على أقدار أعمالهم ووضع الناس في الموازين وتفاصيل ما يُوضع في الميزان بأدلة وغيره فهذا فرضٍ كفائي وإنما يكون على العلماء وطلاب العلم يجب أن يكون في الأمة من يعرف تلك التفاصيل والله قد أبقى تفاصيل تلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يبقى على الإنسان إلا أن يبحث عن هذه التفاصيل ثم بعد ذلك يعلم فيتمكن الإيمان في قلبه لقد جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر قرين الإيمان به والعلماء رحمهم الله تعالى حين يقولون بِرُّ الوالدين قُرِ نبي حق الله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَنَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَهُ قالوا فلما عُطِف حق الوالدين على حق الله دل على عظم حق الله تعالى وجاءت النصوص كثيرة في كتاب الله تعالى تقرِنوا مسألة الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله تعالى كما في قوله تعالى وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وفي قوله تعالى ذلك يُوعَظُ به من كان منكم يُؤمنُ بالله واليوم الآخر وكذلك في قوله تعالى ولما أثنى الله تعالى على طائفةٍ من أهل الكتاب وأنهم ليسوا سواءً أهل الكتاب أبداً بل منهم الصالح ومنهم المنحرف كانوا في وقتهم أما الآن فكلهم على الإنخراف وليسوا على الخير والصلاة كما قال تعالى ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسخدون يؤمنون بالله بعدها واليوم الآخر ربط الإيمان بالله باليوم الآخر وما ذلكم إلا لعظم تأثير الإيمان بالله تعالى على الناس وأن له أثرًا عظيمًا وأثنى الله تعالى على أوليائهم بإيمانهم باليوم الآخر وأنها صِبَة لأهل الإيمان والصلاح والتقوى كما في سورة النساء لكن الراصفون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤمنون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر دل على أن من صفات أهل الإيمان والرسوخ في العلم أن يكون الإنسان مؤمناً باليوم الآخر متمكناً فيه